سقط 29 قتيلاً على الأقل بينهم مدنيون في الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية ومليشي الإمارات في مدينة عتق بمحافظة شبوة وبحسب مصدر طبي فقد بلغ عدد القتلى من الجنبين 23 قتيلاً بالإضافة إلى 6 مدنيين خلال الساعات الماضية هذا وتتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومليشي الإمارات في أطراف مدينة عتق قالت مصادر عسكرية إن الإمارات توجهت بمنع دخول أي وسطات أو لجان رئاسية لوقف القتال في محافظة شبوة وفدت المصادر أن توجهات صدرة من أبو ضبي بمنع دخول وزيري الداخلية والدفاع إلى المحافظة حيث أو حتى تنفذ مخططها الدموي باستهداف الجيش والأمن وفقاً للمصادر فقد نفذت مليشية دفاع شبوة هجوماً واسعاً على معسكر القوات الخاصة بغطاء جوي إماراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر